للأسف في بعض الأشخاص لحق مركبة الإسعاف وتعرض لحادث بدل ما كان الإسعاف رايح متوجه لحاله وقف عشان يسعف الشخص اللي كسر الإشارة وتسبب في حادث حياكم الله في الجزء الثاني من بودكاست أمن وحلقة الإسعاف الوطني مع ضيف الحلقة الرائد محمد النشمي رائد محمد لو نتكلم عن الصعوبات اللي ممكن تواجه مركبة الإسعاف الوطني مع المسعف ومساعد المسعف في موضوع الوصول وتقديم الخدمة الطبية طبعا مركز الإسعاف الوطني يتحدى صعوبات عديدة من أبرز الصعوبات اللي نواجهها بعض الأحيان صعوبة الوصول للموقع خاصة إذا كان في البحر فهذه الله يسلمك أن يكون فيه تعاون مع إدارة خفر السواحد للوصول للمريض من أيضا الصعوبات اللي هي المتصل مثلا مو قاعد يتعاون مع المتلقي البلاغ موضوع عدم تعاون شون يكون؟ يعني مثلا ساعات إنه يكون المتصل في حالة هلاع أو صراخ فمجرد إنه بس يصارخ أب يسعاف أب يسعاف فمثلا المتلقي البلاغ يحاول يقول له مثلا شنه الحالة اللي عندك شنه وضعه طبعا في بعض الأحيان ما يتعاون أبدا بس بصراخ إنه بس طرشو يسعاف وهذا الشيء طبعا يعتبر من الصعوبات إنه شلون يقدر متلقي البلاغ يأخذ أكثر معلومات ممكنة على الأقل لتصنيف الحالة الطبية هل ممكن إنه في أشخاص مثلا خلال مثلا تنزههم سواء كانوا على يعني دراجة هوائية أو ركوب خيل أو في أي موقع هم بعارف الموقع اللي يكون موجود فيه مثلا أو حتى لوكاشة بحرية مبعارف يوصف لكم الموقع صارت معا حد الحالات إنه تم الاتصال مركز الأسعاف الوطني ريال كبير يمارس هواية ركوب الخيل طاح من فوق الخيل مجرد بس اللي قدرنا نأخذ منه من المعلومات قال إنه أنا في منطقة الاستبلات نعم فإذا يقول لك أنه في منطقة الاستبلات فشوي وريال عود وهو بروحة فهذه من الصعوبات إنه إن شاء الله قدرنا نتغلب عليها حاولنا نأخذ منه بعض المعلومات إنه عرفنا في وين موقعه واتجهت لمركبة الأسعاف والحمد لله باشروا عملهم المسعفين والمساعدين للمسعفين واستقرت حالته والحمد لله تم نقله لأقرب مستشفى طوارئ هل هناك أي صعوبة في خلال توجهكم للمريض خط السير في الشوارع تعاون من قبل المواطنين والمقيمين؟ طبعا مساعد المسعف يأخذ الدورات التأهلية والتربية من قبل إدارة العامة للمرور في مهارة سياقة مركبة الأسعاف فهذه تعتبر مهارة يعني في سياقة مركبة الأسعاف شلون أنت تدخل بين السيارات أن توصل بأسرع وقت ممكن ومع محافظة على سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحر فمن المشاكل أو الصعوبات التي وجهها مساعد المسعف أنه في بعضهم يلحق مركبة الأسعاف للأسف يعني وهذه السائق أنه يتمتع بمهارة في سياقة مركبة الأسعاف فما تعرف أنت لا سمح الله متى يضرب لك بريك متى يوقف بالسيارة هل هناك مواقف مروا فيها مساعدين المسعفين؟ نعم مثل ما قلت لك الله يسألك أنه صارت حالة أنه كانت حالة أمرجنسية وأنه حالة طارئة منتقل لها مركبة الأسعاف في بعض الأحيان يقطع إشارة الحامرة فهذه قطعة إشارة الحامرة تعتبر مهارة أنه شلون أنت بتقطع الإشارة الحامرة بحيث أنك تحافظ على سلامة الجميع فللأسف في بعض الأشخاص لحق مركبة الأسعاف وتعرض لحادث بدل مكان الأسعاف رايح متوجه لحالة وقف عشان يسعف الشخص الذي كسر الإشارة وتسبب في حالة رادي محمد أكيد هناك تعاون بينكم بين الإدارات الموجودة في وزارة الداخلية من خلال الحوادث التي ممكن تصير الدفاع المدني في عمليات الحريق خفر السواحل أيضا في عمليات النقاد البحري مع الإدارة العامة المرور وأيضا المديريات الأمنية في خلال الحوادث المرورية أو الحوادث التي ممكن تقع في المناطق الأمنية شنو طبيعة التعامل اللي بينكم وبين إدارات وزارة الداخلية طبعا الأسعاف الوطنية هي إدارة من إدارات وزارة الداخلية طبعا في تعاون كبير طبعا مع المناطق الأمنية طبعا المناطق الأمنية نتعاون معها في حالات المشاجرات محاولة الانتحار فهذه طبعا مع أكثر المناطق الأمنية فيه طبعا تعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني في حالات الحريق أو حالات انهيار المباني مثلا أو من انهيار مبنى وبعض الحالات أن الأسعاف يقدم خدمة لرجال الدفاع المدني لا سمح الله في حالات خبرك أن دفاع المدني يتعرض لحالات حريق الحرق مثلا أو حالة اختناق فيقدم للرعاية الطبية مع إدارة إدارة العامة للمرور الحوادث بشكل عام مع إدارة خفر السواحل أيضا أن يكون لا سمح الله في حوادث البحرية خاصة في موسم الصيف تكثر هذه الحوادث مثلا لا سمح الله في حوادث بحرية أو أن حالات الغرق مثلا يعني مثلا إدارة خفر السواحل تستعين بمركز الإسعاف الوطني أن يأخذون طاقم يركب معاهم الطرات التوجه لأي حالة في وسط البحر أو في داخل البحر راضي محمد شنه الآلية الموجودة عندكم لإيصال المريض لأقرب مستشفى أو هل يتم الاختيار ساعة من قبل الأهل والله يقولون مثلا نبي الوالد يروح ذي المستشفى أو نبي يروح المستشفى الفلاني هناك برتوكول طبي موضوع في مركز الإسعاف الوطني لتقديم الرعاية الطبية المناسبة للحالة الطبية البرتوكول الطبي يعني لا سمح الله أي حالة يعتمد يعتمد الطاقم الطبي الموجود في الموقع مع المستشفيات الحكومية التي تقدم خدمة الطوارئ لنقل الحالة في بعض الحالات يستدعي نقلها مثلا إلى أقرب مركز في بعض الحالات مثلا مثلا حالات القلب نعم هذه الله يسلمك أن يكون مركز الإسعاف الوطني في تنسيق مع مركز محمد بن خليفة تخصص القلب لا سمح الله في حالات الجلطة القلبية فهذه الله يسلمك أن يكون الشخص حتى لو كان في أبعد مكان لو كان حتى بعيد عن مركز محمد بن خليفة يتم نقل لمركز محمد بن خليفة خاصة أن هذه الحالات تعتمد على الوقت لأن حالات مثل ما قلت لك الله يسلمك أن هناك البروكيئي اللي هو الأسئلة فبعض الأسئلة يسألها متلقي البلاغ هنا يتوجه الإسعاف الأقرب للحالة يعرف أن هذه حالات لا سمح الله أنها جلطات سابقة لجلطات القلب نعم فبذلك يكون الطاقم الطبي ينقل الحالة المناسبة للمستشفى المناسب أذكر ببعض المواقف التي صارت لمركز الإسعاف الوطني فيه كانت حالة طلبين مركبة الإسعاف توجه لمركبة الإسعاف مركبة الإسعاف الحالة الطبية كانت المفوضة تنقل لأحد المستشفيات الحكومية لخدمة الطوار نعم للأسف الأهل ما تعاونوا مع مركبة الإسعاف أو مع الطاقم الطبي قالوا لا نحن نبي نودي لمستشفى خاص تم طبعا رفض الخدمة من قبل الأهل وتم نقلهم تم نقل المريض سياراتهم الخاصة لمستشفى خاص بعد خمس دقائق تلقينا بلغ مركز الإسعاف الوطني من المستشفى الخاص نفسه الذي نقله قالوا ترى عندنا حالة ياتنا إحنا نبي نودي لمركز طوار وإحنا مستشفى غير مؤهل لهذه الحالة وخذنا مرة ثانية هو أخر الحالة ونقلنا لمركز طوار الأقرب للحالة فالرسالة اللي ممكن نوجهها أن الطاقم الطبي الخاص بالإسعاف الوطني هو الأقدر على تشخيص الحالة ومعرفة المستشفى اللي ممكن يتعامل مع هذا الحالة بالضبط الراد محمد في نهاية حلقتنا شال نصيحة اللي بدك توجهها للمواطنين والمقيمين أولا أتمنى من المتصل لمركز الأسعاف الوطني التعاون مع المتلقي البلاغ لأخذ الأرشادات الطبية يحاول أن المتلقي البلاغ يكون الأسألة اللي بيوجهها للمبلغ بحيث أنه يعرف الحالة وينقلها بالشكل الصحيح الشيء الثاني أتمنى من المواطنين والمقيمين التعاون مع مركبة الأسعاف خاصة أثناء التوجه أو نقل للحالة الطبية فعامل الوقت عامل مهم لمركز الأسعاف الوطني للحالة الطارعة الشيء الأخير أنه في بعض المكالمات التي تورد لمركز الأسعاف الوطني لا تحمل محملة جدية فتحصل لمركبة الأسعاف التوجه لها وتأخذ أنها توجهت لأنك يحتاج رعاية طبية وفي الأخير أنه يطلع أنه عنده مثلا أنه كان يسوي يعني مثلا أنه يلفت انتباه أو أنه يكون في خلاف أسري فهذه الشيء يعطى لا سمح الله يمكن في حالة أحوج من لمركبة الأسعاف نعم ففي هذه الحالة يكون اتخذ معا الأجراء القانون لتحويل الموضوع على المنطقة الأمنية راد محمد نشمي شكرا لك تواجدك معنا وصلنا معاك إلى نهاية حلقة بوركستام شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة